كالمعتاد لأنهم يستحقون من أطراء واحترام وشكر لأداءهم مشؤولياتهم خصوصا في التواصل مع ما نطرحه للناس في البداية أقدم شكري وتقديري واحترامي إلى اللواء ماهر نجم عبدالحسين وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الذي تلقى باهتمام مطالبة المواطن أمير وتواصله معه ويتكلم معي الأخ العقيد مدير مكتب اللواء ماهر هم الذين تمكنوا من الوصول لأمير وطلبوا منه أن يحضر لغرض متابعة مشكلته مرة أخرى شكرا سيادة اللواء ربي يحفظك وأنت في بداية تسنمك هذا المنصب هذه البدايات مشجعة نحن وأنتم نعمل من أجل الناس هذه الروحية للمشؤول التي نرفع له القبعة ونشكره ونقدمه مثالا ونموذجا كذلك السيد الوكيل الأقدم سيد حسين العوادي اتصل بي بخصوص قضية الضابط اللي طلعوا إياي أنه اتهم بالإرهاب واسمه ما الرفع بالحاسبة وفي وقتها كان أكو تبليغ أنه هو هذا خلاص القرار السيد حسين العوادي أبلغني بأن أبلغ الأخ الضابط أعتقد كان في وقته عقيد أنه تم إرسال لجنة تحقيقية ثانية للتأكد من صحة هذه المزاعم وهذه القضايا كلها قضايا المخبر السري اللي انظلمت بي كثير من الناس وأنا من هذا منبر كثيرا ما طالبته بمراجعة قضايا المخبر السري وإذا كان المخبر السري في مرحلة من المراحل كان من الضرورات أن نتعامل معه فنفس الضرورات تقتضي أن نراجع كيف ظلم المخبر السري وناس آخرين بتهم كيدية المواطن اللي طلعوا إياه أحمد عيسى أبو عبد الله من الموصل هذا اللي انتهم من قبل آخرين بعد البرنامج بفترة سيادة العميد سعد مدير استخبارات بالموصل اتصل على هذا الرجل وطلب منه الحضور للمفارقة هذا الرجل اتصل بي أروح ما أروح خايف شلون؟ أكو صورة أكو ذهنية بالموصل ما زالت عالقة لما كانت قد فعلته شراذ في مرحلة من المراحل كانت تحكم هناك في نينوة مثل ما ذكر السيد محافظ نينوة نجم الجبوري عندما قال في البرنامج معي أول شيء عملنا على إعادة الثقة بين الحكومة المحلية والمواطن والمواطن والحكومة المحلية والمواطن والقوات الأمنية هذا الرجل خايف أن يروح فأنا اتكلمت مع السيد العميد والسيد العميد قل لي والله أنا مرتين اتصلت بهذا الرجل وشيكنا هذا الرجل ما عنده شيء وأفرحني السيد العميد أنه لديهم قاعدة بيانات عن كل مواطن رغم أن هذه المدينة دمرت لكن هذا يؤكد أن لدينا رجال بالقوات الأمنية يعملون وبجهاز الاستخبارات ولديهم قواعدة أمنية يتحققون منها فقد أتلقوا يروح على السيد العميد وأنا إن شاء الله وإياك اشتركوا في القناة